بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط في هذا الدرس طبعا درسي لهذا اليوم مثل ما تلاحظون أمامكم هو صفحة 69 عزيزي الطالب هذا الدرس يعتبر مراجعة قوية المن إلى F الشرطية الأولى اللي شرحت لك ياها بالدرس السابق اللي هو كان صفحة 68 عزيزي الطالب لذلك احنا رح نقرأ ونترجم وكذلك ننوها على بعض الأفكار اللي تخص F الشرطية الأولى وإذا ما تعرفها فهنا رح شوي تكون عندك صعوبة لكن انت رح تقدر ترجم وتقدر كل شي رح تسوي لكن رح تتواجه صعوبة بفهم F الشرطية يعني أستاذ على شون يحتي لو تلاحظ هذا الليسن 6 الدرس السادس لليونت 7 للوحدة السابعة عليها تمارين بالاكتيفتي بوك 112-113 تحت عنوان What will we do if What معناها ماذا؟ الوي نحن والول سوف نفعل ماذا؟ نحن سوف نفعل إذا لاحظ هاي F الشرطية عزيز الطالب بمعنى إذا وتعتبر F الشرطية الأولى عندك هنا من الدروس المهمة جدا جدا يقل لك هذا إكسرسايز A يقل لك ريد اقرأ The Conversation المحادثة اللي راح تكون بين نورا وفراس بعدها شي يقل لك من تقرأها Can you guess هل يمكنك أنت أن تخمن؟ نورا's answers اللي هي أجوبة نورا المن؟ 2 فيراس questions إلى أسئلة فراس طبعا هذه المحادثة ورح يطيك عليها مقدمات مقبلات حتى تعرف عن الشنوء الحاجي لو تلاحظ فراس and his sister فراس وإخته اللي اسمها شنوه؟ نورا live in يعيشون live in يعيشون وين؟ نيوزيلاند نيوزيلاند معناها نيوزيلاند نيوزيلاند معناها شنو نيوزيلاند they هم are going ذاهبين camping التخيم عود استاذ شنو التخيم؟ يعني يرحون ينصبون خيم وهي ويقعدون هاي صحولة التخيم with مع their family مع عائلتهم فراس who is five فراس الذي هو في الخامسة من عمره يعني عمره خمس سنوات is excited متحمس excited متحمس because لأن it is أو it's إنها his first الأولى camping trip رحلة التخيم الأولى ليش متحمس؟ لأنها رحلة التخيم الأولى but لكن he is هو also nervous وكلمة nervous معناها متوتر قلق 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 نوعا ما يعني متوتر شيء أوكي so لذلك he is asking نورا لذلك هو يسأل نورا who is 13 اللي عمرها شكاد 13 عاما 13 سنة عمرها who التي is 13 اللي عمرها 13 سنة الكثير من الأسئلة فهو يسأل نورا اللي عمرها 13 سنة الكثير من الأسئلة رح نجي ونلاحظ وشوفوا يا عزيزي الطالب هاي المحادثة الجميلة جدا اللي إن شاء الله رح تحلوها بالصف بعدها الأستاذ أو الأستاذة اللي عليكم تسوي قوم يعني اثنين واحد يسأل وواحد يجاوب هذا الشي رح تقوي قراءتكم عزيزي الطالب لو تلاحظ بالإضافة إلى التركيز على أف الشرطية من خلال المحادثة في رأس where are we going في رأس سؤال الأول رح يقول أين نحن ذاهبين وين راحين فلو تلاحظ في رأس where معناها أين are we نحن going ذاهبين طبعا نورا رح تجاوب we are going camping نحن ذاهبين للتخييم في رأس رح يسأل how are we going كيف نحن ذاهبين يعني في شنو شلون راح نروح فهي بدورها راح تجاوب راح تقول نورا buy car بواسطة السيارة لو تلاحظ سألها كيف نحن ذاهبين راح تقولها buy car بواسطة السيارة في رأس رح يسأل بعد طبعا كل أسئلة أسئلة هواء لو تلاحظ راح يسألها هالسينا راح تجاوب في الشرطية انتبه لها what will we do if we run out of patrol ماذا نحن ماذا نحن سوف نفعل هاي كلها راح تتكرر عندك وخليها ببالك what معناها ماذا وال we نحن وال will سوف ودو نفعل راح تتكرر what will we do what will we do what will we do ماذا نحن سوف نفعل شوف الجملة الثانية ما ال f الشرطية تحتوي على will أما جملتها لا لازم مضارع بسيط ولاحظ هنا مضارع بسيط لأن الفاعل جمع راح يكون الفعل مجرد فتخليها ببالك و if الشرطية من المحتمل تجي بالنص ومن المحتمل تجوين في بداية الجملة ولو تلاحظ هسه هذي ماذا نحن سوف نفعل if اذا we run out of هاي كلها معناها run out معناها نفذ يعني ينفذ يعني خلص شنو ال petrol اللي هو petrol الوقود الوكي مثلا بنزين مثلا قاز يقول ماذا نحن نفعل إذا خلص الوقود مالتنا أوكي بنزين فهذي run out معناها ينفذ أوكي of petrol طبعا هي راح تجاوبة نورا we will نحن سوف لو تلاحظ فلا 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 معناها شن نملأها with petrol فلا معناها يملأ with be petrol اللي هو الوقود عزيزي الطالب يكمل أسئلة فراس فراس راح يقولها what what will we do ماذا نحن سوف نفعل if we get lost إذا نحن نضيع ماذا نفعل إذا نحن نضيع لحظ get lost معناها نضيع أوكي نورا راح تجاوبة we will نحن سوف لو تلاحظ ask someone نسأل شخص ما for directions للاتجاهات directions وأكو directions directions أمريكي directions بريطاني هذا اللفظ we will نحن سوف ask نسأل someone شخص ما for directions للاتجاهات يعني يدلينا بعد فراس أيضا راح يسأل what will we do ماذا نحن سوف نفعل if we get hungry إذا نحن نجوع شوف get hungry كلها معناها شنو نجوع get hungry معناها شنو نجوع نورا راح تجاوب تقيل mom and dad أمي وأبي have made قد صنعوا صنعوا sandwiches اللي معناها شطائر والشطائر بالعام ينقل لها لفات أوكي شطائر لفات بعد في رأس what will we do if it rains ماذا نحن سوف نفعل إذا it rains إنها تمطر يعني إذا ما مطرد إذا إذا كان الفاعل مفرد لو يكون مجرد مثل هذا إذا كان الفاعل جمع وهذه المعلومات كلها مهمة طبعا إذا مطرت الدنيا ش راح يسوون نورا ش راح تقول راح تقول we will نحن سوف get what get what يعني نتبلل كلها بمعنى نتبلل وضحة الفكرة في رأس عدة سؤال آخر what will we what will we do ماذا نحن سوف نفعل if we get what إذا نحن تبلل يعني إذا نتبلل ش نسوي فنورا راح تجاوب نتجيل we will نحن سوف لو تلاحظ change into some dry clothes كلمة clothes معناها ملابس dry جافة نغير يعني نغير إلى بعض الملابس الجافة change يغير يغير ملابس into إلى some بعض dry معناها جاف هنا wet شوف معاكسات wet مبلل dry جاف clothes معناها ملابس نجيل من في رأس يقول what will we do ماذا نحن سوف نفعل if we إذا نحن see appear إذا رأينا شن appear معنا شن معنا dope إذا شفنا dope شن نسوي فهي راح تقول we will نحن سوف keep very still نبقى ثابتين very still معناها ثابت وننتظر for the pier إلى الدب to go away يذهب بعيدا go معناها يذهب يروح away بعيدا لو تلاحظ keep very still نبقى هذه ثابتين and wait وننتظر for the pier اللي هو شنو pier الدب to go away لكي يذهب بعيدا فراس بعد راح يسأل what will طبعا جزعتكم طبعا بس يال محاذث هال شي لو تلاحظ what will we do ماذا نحن سوف نفعل if we see a snake إذا نحن رأينا أفع فراح جابة نورا تقول the same thing نفس الشيء ولو تلاحظ عزيزي الطالب الإجابة نبقى هادئين نبقى ثابتين and wait وننتظر for the snake للأفعى to go away and تذهب بعيدا لو تلاحظ بعدها راح تقول باط فراس لكن فراس راح يجاوب هو يس نورا شو راح تقول راح تقول there aren't ليس هنالك any any معناها اي snakes اللي معناها أفاعي our pearls أو دوبابا in New Zealand اللي معناها نيوز لاندا يعني ما بيها لا أفاعي ولا دوبابا طبعا هناش يقلك يقلك نا والآن listen اصغي ان تشيك وتحقق your ideas من أفكارك طبعا هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة 69 انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته